الله الواحد أمين المجدر الآب والابن الروح الكدوس الآن وكل آوان وإلى دهر دور كلها أمين نلتقي مع القديس كريلوس الكبير في تفسيره لإنجيل معلمنا لوق البشير الإصحاح الخامس العزاطين 21 و 22 بيكمل الحوار عن الإصحاح الخامس من أول الجزء بتاع دعوة لاوي وهيكمل في الحوار عن الجزء بتاع السؤال عن السون أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب بيته فالمقصود ببيت القوي أي الشيطان هو بلدته على الأرض أما أمتعته فهي أولئك الذين يفكرون مثله فإنه كما إننا ندعو القديسين أواني مقدسة هكذا فليس هناك ما يمنع أن تسمي أولئك الذين يرتكبون كل الشرور بأواني الشيطان أو أمتعته لذلك فكلمة الله الوحيد دخل عند تجسده إلى بيت القوي أي إلى هذا العالم وهكذا نهب أمتعته قديس كريلوس بيقول على أن أمتعت القوي هو البشر اللي بيفكره بنفس أفكار القوي اللي هو الشيطان وليهم نفس رغبته وإرادته وبيقول أن ربنا يسوع لما تجسد دخل بيت القوي اللي هو العالم لأنه هو رئيس هذا العالم الشيطان وأخذ منه أمتعته اللي هي النفوس وقديس كريلوس بيقول ما فيش أي غرابة أن احنا نسمي النفوس أمتعت الشيطان لأنه اعتدنا أن احنا نسمي القديسين بأواني الرب أو الأواني المقدسة يكمل ويقول ولاوي خالص حقا وتوبة لاوي توحي لنا نحن برجاء سعيد لأننا من هذه الحقيقة نتعلم أن التوبة تخلص نعم وأكثر من ذلك فإن الله نفسه هو الذي هو رب الكل سيكون ضمانتنا الأكيدة حيث يقول بصوت النبي التفتوا إلي وخلصوا يا جميع أقاس الأرض هنا القديس كريلوس عاوز يؤكد على أهمية التوبة وقد إيه التوبة بتصنع رجاء قوي في حياة المؤمنين وبتخلص وبتفعل أعظم وأكثر من من إنسان يتخيل وبيؤكد على دعوة ربنا لينا دايما للتوبة لما قال التفتوا إلي وخلصوا يا جميع أقاس الأرض حسب نبوة إشعية النبي أي واحد منكم له مئة خروف وظل واحد منها أفلا يطرق التسعة وتسعين على الجبال ويذهب يطلب الضال وإن اتفق أن يجده هل حق أقول لكم أنه يفرح به أكثر من التسعة وتسعين التي لم تضل لأن جمهور الكائنات العاقلة التي تشكل قطيع المسيح في السماء وعلى الأرض هذا الجمهور لا يعد وهو عظيم جدا حتى أنه يصل إلى عدد كامل هنا قديس كرولوس بيعطي تفسير جميل للمفهوم بتاع القطيع اللي فيه خروف ضل القطيع المكون من مئة خروف وفيه خروف ضل فبيقول أن الخروف الضل هي البشرية والتسعة والتسعين هم الملائكة البشرية ممثلة في أبونا آدم ضاعت وضلت ولكن ربنا جاء ليبحث عنها ويردها ويكمل العدد الكامل للقطيع لأن هذا ما يشير إليه بتعبير مئة فجموع الملائكة القديسين هم التسعة والتسعين لإني كما قلت هم كثيرون أما القطيع على الأرض فهو واحد ولكن من النافع أن يكمل العدد ولذلك يبحث عنه المسيح فهل بحث عنه إذن كمن كان ضل أم إنه لم يكن قد وصل إلى هذا ولكن من الواضح إن ما يبحث عنه هو الذي ضل هنا القديس كرولوس عاوز يقول أن ربنا يسوع لما بحث عنه كان القطيع يعني أو كان الخروف اللي ضال ده كان يعني في نص السكة للتوهان ولا كان ضاع تماما لا هو بالفعل ضاع تماما إنه سقط وبعد عن إرادة الله فبيقول هو ضل فعلا تماما لكن ربنا يسوع بحث عنه لكي يخلصه فبيقول فبأي طريقة إذن قد ضل وفقد بسقوطه في الخطيئة وابتعاده عن المشيئة الإلهية وضلاله عن الراعي الشامل سقط في الخطيئة الخروف باعد عن المشيئة الإلهية وضلاله عن الراعي الشامل بتاعه وبكده القديس كرولوس بيلخص قصة السقوط في الثلاث عبارات دول الابتعاد عن المشيئة الإلهية والابتعاد عن الرغع الحقيقي والسقوط في الخطيئة ولكن كل هذه الأشياء لم تؤثر في الفرسيين بل بالعكس فإنهم يلومون التلميذ فإسمع المكتوب العدد 3031 بيقول فتزمر كتبتهم الفرسيون على تلميذه القائلين لماذا تأكلون وتشربون مع عشرين وخطات فأجاب يسوع قال لهم لا يحتاج الأصحاء لطبيب بل المرضى هناك بعض الناس القديس كرولوس بيشير لبعض الناس أو بكلمة بعض الناس دي إلى النفاتيين ودول كانوا أتباع شخص اسمه نفاتيوس كانوا بيقولوا هرتاقة أو بدعة كنيسة رفضتها وهي إن مفيش قبول للتوبة للإنسان اللي تعمت يعني أي حد تعمت وعمل خطيئة تبت ولا تقبل ما فيش مجال للغفران للخطيئة ولا للتوبة قال قديس كرولوس طبعا لإن كنيسة شجبة التعليم ده ورفضتها قديس كرولوس هي هنا هيبتدي يعني يفند التعليم ويبين هو إيه ما سوقه وإن هو تعليم غير صالح بيقول هناك بعض الناس يحاولون أن يحرموا الخطاء يحرموا الخطاء من الرحمة الإلهية إن التعليم ده أولا هيحرم الناس من الرحمة الإلهية وده كإني التعليم بيقفل على عمل الله إن كان عمل الله والرحمة وإن كانت الرحمة هي صفة من صفات الله الدائمة فكإني البدع دي والهرتقة دي بتقفل على عمل الله لأنهم لا يسمحون بالتوبة وكأنهم يوبخون المخلص لبحثه عن خصاته هنا بيوضح أكثر إنه مش بس بيقفلوا على العمل الله ده بيوبخوا ربنا إنه هو يبحث عن الخطاء وسعيه أن يجمعهم من كل ناحية تشتتوا فيها ولهؤلاء نقول إن الفرسيين يقدمون لكم مثال التضمر حينما رأوا لاوي يدعى من الرب وجمهور من العشرين مجتمعين معا في وليمة مع المسيح مخلصنا جميع فبيقول إن الفرسيين بيقدموا مثال في التضمر لأنهم شافوا إن ربنا ده علاوي وبعض العشرين وأعد يأكل معاهم فتوجهوا إلى الرسل القدسين يلومونهم قائلين لماذا تأكلون وتشربون مع العشرين ولكنهم طلقوا الجواب لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب لما الفرسيين تضمروا على ربنا إن هو قاعد بيأكل معاويين وعشرين راحوا للتلاميذ وكلموهم وهنا فيه جزء من عدم الوجهة ومقدروش يواجه ربنا يسوع ولكن ربنا يسوع ارتد عليهم بالجواب ورد عليهم هو بنفسه ما خلش التلاميذ يرد لما قال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب لأن مخلص الكل لكونه طبيب الأرواح فإنه لا يتخلى عن أولئك الذين هم في حاجة إليه بل لأنه يستطيع أن يطهرهم فإنه يقصد أن يتحدث مع أولئك الذين لم يتطهروا بعد من خطاياه ربنا يسوع هو طبيب للأرواح فهو ما بتخلاش زي أي طبيب عن أي حد يحتاج حاجة لكنه طبيب أرواح يطهر النفوس كل واحد لم ينال الطهر ربنا يسوع بيبحث عنه لكي يعطير الطهر من خطاياه وده المقصود بالمعنى لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى ولكن دعنا نرأ أيها الفريسي كبرياء كالمفرد فدعنا نتخذ المسيح نفسه الذي كل الأشياء مكشوفة أمامه نتخذه كشارح وموضح للوم الكبير الذي تجلبه على نفسك بمعاملتك المتغطرصة للخطا هنا القديس كرولوس بيعمل حوار وهمي يعني مبين ومبين الفريسي عشان يشرح المعنى فبيقول أنت يا فريسي يلي بتتكبر على الخطا تعالى ناخد ربنا يسوع نفسه شارح وموضح للوم اللي أنت بتلوم ربنا يسوع عليه فبيقول أن ربنا يسوع اتحدث على عن فريسي يتبهى بنفسه وقال فقد تحدث السيد عن فريسي يتبهى بنفسه وهو يصلي وعن عشار يدين نفسه فقال الرب الحق أقول لك إن هذا أي العشار نزل إلى بيته مبررا أكثر من ذلك الفريسي لذلك فالعشار الذي اعترف بخطياته تبرر أفضل من الفريسي المتعاد هنا قديس كرولوس عاوز يقوله أنت بتحكم على الخطا طب تعالى أوريك من كلمات ربنا يسوع نفسه إزاي هو قال أن الخطا ممثلين في العشار وقفوا أمام الله يدينون أنفسهم في حين الفريسيين اللي هم رمز الطهارة والبر في المجتمع وقفوا يتعالوا قدام الله في مثل الفريسي والعشار فنزل العشار مبرر إلى بيته أم الفريسي فلم ينال التبرير ولكن لأي سبب يلوم الفريسيون المخلص لأكله مع الخطا هم يلومونه بسبب أن النموس يفصل بين ما هو مقدس وما هو ناجس أي أن كل شيء مقدس لا ينبغي أن يتصل بالأشياء الناجسة فقد وجهوا الاتهام على اعتبار أنهم يدافعون عن النموس ولكن في الحقيقة كان عندهم حسد للرب وكانوا يتصيدون له الأخطاء قديس كرولوس بيقول أنه في سببين الحقيقة لعمل الفريسيين أي لومهم لرب ناسه سبب الأولاني حسب مفهم النموس النموس كان بيقول أنه لازم نفسه ما بين النكس والطهر ولكن كان في سبب آخر خفي وهو حسدهم لربنا وأنهم بيحاولوا يستدولوا الأخطاء ولكنه يبين لهم أنه في حضوره الآن في العالم لم يأتي ققاد بل كطبيب ويعمل ما يجب على الطبيب أن يقوم به بأن يختلط بأولئك الذين هم في حاجة إلى الشفاء لما حاولوا يمسكوا لربنا يسوع الأخطاء ربنا يسوع قال لهم خلي بلكم أنا مش جاي للعالم كقادي بل كطبيب أنا جاي أشفي مش أحكم أنا جاي مش أعلن المرض أنا جاي أشفي من المرض في فرق بين طبيب الأشعة وما بين الطبيب المعالج طبيب الأشعة هو بيكشف المرض ولكن الطبيب المعالج هو اللي بيعطي شفاء للمرض فالقادي هو هنا بيحكم أن هناك مرض ولكن ربنا يسوع مش جاي عشان يحكم أن هناك مرض ولكن ربنا يسوع جاي لكي يعلن أنه هو قادر أن يشفي من الأمراض ولكنهم بمجرد أن سمعوا ردا وتوضيحا على اتهامهم الأول قدموا اتهاما آخر بسبب أن تلاميذ الرب لم يكونوا يصومون قاصدين أن يجدوا فرصة ضدهم لأنهم في سبب خفي لإلقائهم لللوم على ربنا يسوع وهو أنهم حسدوا وأنهم بيحاولوا يتصيدوا لي الأخطاء فلما ربنا يسوع رد على اللوم الأول وهو لمعلمكم بيجلس مع العشرين والخطاء ويأكل معهم فقال لهم لا يحتاج الأصحاء لطبيب بل المرض لما ربنا يسوع رد على اللوم الأول ده وجهوا لوم آخر لما لقوا تلاميذ مش بيصوموا ولقوا تلاميذ يحنى وهم بيصوموا فبتدوا يقولوا ليه تلاميذك مش بيصوموا فبيقول في العدد الثلاثة والثلاثين وقالوا له لماذا يصوم تلاميذ يحنى كثيرا ويقدمون طالبات وكذلك تلاميذ الفرسيين أيضا وأما تلاميذك فيأكلون واشربوا بيقول ولكن انظروا استمرارهم في الخبث فبعد أن رد الرب على اتهامهم الأول فإنهم غيروا الحديث إلى موضوع آخر راغبين أن يجدوا فرصة للتهام التلاميذ القديسين بل ويسوع نفسه بإهمال النموس ولكنه يجيبهم بأنه يوجد هنا الآن عرص فهو زمان الدعوة زمان الكرازة والأطفال تتم تربيتهم وأولئك الذين تتم دعوتهم يتغزون باللبن فالصوم ليس مناسبا له هنا قديس كروس بيقول قد إيه الفرسيين مستمرين في خبثهم وفنهم بيحاولوا يتصيدوا لربنا يسوع بأي شكل فاتهموا التلاميذ أنهم بيهملوا النموس هم وربنا يسوع لأنهم مش بيصوموا لكن ربنا يسوع جاوبهم وقال لهم أن الزمن اللي احنا فيه ده ده زمن عرص زمن حفل لإعلان الملكوت زمن الدعوة يقول كده الدعوة للملكوت وزمن الكرازة للملكوت وجولي واحد بيدخل الملكوت هو بيبقى طفل صغير بيتولد في الملكوت ومطلوب منه أنه ينمى واحدة واحدة وزي أي طفل بياكل لبن فهو مش مناسب للطفل أنه يصوم لأنه هنا الصيام من غير إرادة ومن غير فائدة تعود على الكيانة الروحية والجسدية والنفسية وهم يقولون نعم أنتم تأكلون مع العشرين والخطاب رغم أن النموس يأمر أن الطاهر لا ينبغي أن يتصل بالنجس وحجتك في تعدي نموس هي محبتك للبشر ويقولون لماذا لا تصومون حسب عادة الأبرار وأولئك الذين يرغبون أن يعيشوا حسب النموس هم سألوا سؤال على لسان قديس كورولوس بيطرح السؤال فيه نوع من الخبث والنية المبيتة للتصيد والأخضاء بيقول له طيب بيقول له يعني الفرسين بيقول له رب ناسو بيقول له طيب أنت بتقول أنك بتاكل مع العشرين بحجة أنك بتحب البشر رغم أن ده ضد النموس أنك بتقعد مع الخطاب والعشرين اللي هم الناجسين وكده فيه اختلاط ما بين الطاهرة والناجسة طيب إذا كانت حجتك يا محبة البشر طيب إزاي بقى أنت مش بتصوم رغم أن الصوم ده هو عادة الأبرار كل الناس القديسين والأبرار في العادة القديم كانوا بيصوموا وإحنا عارفين قد إيه نفع الصوم ليه أنت مش بتصوم يتدافع اللي بيخليك متصومش وجوابا على متى هذه الاعتراضات يمكن أن نقول قديس كورولوس هيجاوب وبيقول أيها اليهودي هل أنت تفهم وتعرف الطريقة السليمة للصوم أول حاجة أتكلم معاك فيها أيها الفريسي هو أنت أساسا عارف إيه الطريقة السليمة للصوم أولا أنت مش عارف قديس كورولوس هيقول والحقيقة أنت شكلك مش عارف لما جاب النبوة بتاعة إشعية النبي صح 8 اللي بتكلم عن الصوم فبيقول لأنه كما يقول أشياء النبي في أيام صومكم تجدون مشيئتكم الخاص وبكل أشغالكم تسخرون ها أنكم للخصومة والنزاع تصومون ولتضربوا بلقمة الشر لماذا تصومون لي ليس هذا هو الصوم الذي أختاره يقول للرب هما اليهود لما كانوا بيصوموا حسد نبوة أشعية كانوا بيصوموا هما متخصمين هما متنازعين وهم بينشغلوا بالانشغالات العالمية دول الانشغال بالله فبيقول لهم ده مش صوم أنا أطلبه فبيقول فإن كنتم أنتم أنفسكم لا تعرفون كيف تصومون فلماذا تلومون الرسل القديسين على عدم صومهم حسب طريقتهم طريقتكم لو أنتم مش عارفين إزاي تصوم صومكم إزاي تلومه حد أنه هو مش صايم صومكم إزاي أنت تلوم الشخص لو هو مش بيعمل نفس اللي أنت بتعمله بنفس الكفاءة ولكن لو أنت كفاءتك في الأمر الخاص بك مش سليمة ففي التالي مش من حقك أنك تلوم الآخر بيكمل ويقول ولننظر الموضوع في دوء آخر وذلك في حالة أولئك الذين صاروا حكماء بواسطة العهد الجديد في المسيح فأولئك يصومون بحكمة أي بتزديل أنفسهم أمام عيني الله وأبان يضعوا على أنفسهم تعبا إراديا وصوما على الطعام وذلك لكي يتمموا التوب عن خطياهم أو لكي يربحوا موهبة روحية جديدة أو حتى لكي يميتوا نموس الخطية الذي في أعضائهم الجسد هنا القديس كولوس بيقول تعالوا نبص الموضوع السوم بنظرة تانية وهو من جهة مسيحيتنا من جهة مسيحيتنا ربنا يسوع خلانا إحنا كلنا حكماء من خلال العادة الجديد عشان كده نصنع كل شيء بحكمة حتى السوم فإحنا بنصوم بنزلل نفسنا أمام عيني الله وبنضع على نفسنا تعبا إراديا وهنا مفهوم السوم إن السوم مش فرد الكنيسة مش بتفرد علينا سوم ولكن الكنيسة بتعلن بدء زمن السوم وكل واحد فينا بيضع على نفسه تعبا إراديا وذلك لكي يتمموا التوبة عن خطاياه في ثلاث أسباب للسوم هو تقديم التوبة اتنين إن الإنسان يربح أو يكسب موهبة روحية جديدة ده فعلا ناتج من نوادق السوم الإنسان بيحس بعمل روحي قوي أثناء فترة السوم بيحس بتوبة قوية ثالث حاجة الإنسان يميت شهوات جسده ولكن هذا النوع من السوم تجهله أنت أيها الفريسي رجع تاني قديس كورلوس بيكمل الحوار مع الفريسي ويقول له النوع بتاع السوم الذي للمسيحيين أنت أيها الفريسي تجهله لأنك لا تعرفه ليه بقى يقول لأنك قد رفضت أن تقبل العريس السماوي الذي هو غارس ومعلم كل فضيلة أي المسيحي أنت يا فريسي مش قادر تفهم النوع ده من السوم ليه لأنك رفضت صاحب الشريعة الجديدة ربنا يسوع المسيح وقديس كورلوس هنا بيسمي ربنا يسوع المسيح غارس ومعلم كل فضيلة وهنا فيه أهمية خاصة للمصطلح ليه لأن ربنا يسوع أعلمنا إزاي نمارس الفضيلة ولكن الحقيقة مش بس كده ده كمان غرص الفضيلة فينا وأعطى طبيعتنا أن تكون الفضيلة شيء ممكن نستطيع أن نعمله عشان كده تعبير غارس ومعلم الفضيلة دي تعبير مهم لأن التعليم لوحده ما كانش كافي ما هو العادل قديم كان بيعلم فضايا ووصايا لكن الإنسان ما أطرش أنه هو يسلك ويثبت في الوصايا لكن ربنا يسوع لأنه غارس الفضيلة فينا أعطانا غرس الفضيلة في طبيعتنا بقت الفضيلة متأصلة في طبيعتنا وفي نفس الوقت علمنا إزاي نعمل الفضيلة من خلال سلوكه وأيضا فإن القديسين يسمون لكي يغضعوا شهوات الجسد بإرهاقي أما المسيح فلم يكن محتاجا أن يسمون لكي يكمل الفضيلة لأنه كإله كان حرا من كل شهوة ورفقائه لأنهم نالوا من نعمتي صاروا أقوياء وأكملوا الفضيلة حتى بدون صوم ربنا يسوع ما صامشي زي ما احنا بنسوم احنا بنسوم عشان نغضع الشهوات حتى القديسين كانوا بيعملوا كده ولكن ربنا يسوع ما صامشي عشان يغضع الشهوات لأنه كان حر من كل شهوة ما كانش فيه شهوة تسيطر عليه والتلاميذ أخذوا النعمة نعمة غلبة الجسد وإتمام الفضيلة من غير ما كان الصيام يبدأ بالفعل بيقول ورغم انه صام 40 يوما فهو لم يفعل هذا ليميت اي شهوات في نفسه بل يضع مثالا للبشر في سلوكه بقانون الصوم والامساك لذلك فهو يدافع عن نفسه حسنا بالكلمات التي سيسجلها البشير بعد ذلك ربنا يسوع ما صامشي عشان يميت شهوات نفسه ولكن عشان يضع علينا مثال في سلوكه من خلال قانون الصوم وقانون الامساك اي ان الانسان يمسك في طعامه او يتنسك ويتمسك في كميات الطعام والشراب وفي حياته واجه عام عدد 34 بيقول فقال لهم اتقدرون ان تجعلوا بني العرس يصومون مدام العريسة معهم ارجو ان تلاحظ الطريق التي بها يوضح المسيح انهم لم يكتبوا لهم اي اشتراك في الفرح والعيد بل هم غرباء تماما عن الشعور باي فرح من جهته وليس لهم شركة في العيد العظيم وليس لهم شركة في عيد العالم العظيم بيقول 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 ان الانسان او الفرسيين رفضوا الفرح والعيد وهنا بيقول ان العيد هو ظهور ربنا يسوع مخلصنا للعالم هو ده عيد العالم العظيم والعيد الشامل بيقول لانا ظهور مخلصنا للعالم لم يكن شيئا اقل من عيد الشامل قد وحد فيه نفسه روحيا مع طبيعة الانسان لكي تكون كأنها عروس له لكي بعد ان كانت عقيمة لمدة طويلة تصير مثمرة ومباركة بأولاد كثير ربنا سوع احب يوضح لهم هم ليه التلميذ مش بيسون فقالهم خلي بالكم احنا في زمن فرح في زمن عيد والعيد هو ان المسيح جاء الى العالم وخلى طبيعته الالهية متحدة بدون انفصال بطبيعته البشرية وبالتالي صارت الطبيعة البشرية بواجهة عام هي عروس للمسيح وبدل ما كانت عقيمة من الثمار الروحية صارت مثمرة ومباركة بكل الاولاد الروحيين الكثيرين لذلك فالجميع هم ابناء العرس الذين دعاهم برسالة الانجيل الجديدة اما الكتب والفرسين فلم يكونوا من بني العرس لانهم ربطوا انفسهم فقط بزل الناموس وحده كل واحد دعية للعرس صار ابن العرس وربنا ناسوه دعاه برسالة الانجيل الجديد لكن الكتب والفرسين تمسكوا بالعهد القديم ورفضوا انهم يسيبوا يتمسكوا بالعهد رفضوا انهما يسيبوا العهد القديم ويتمسكوا بالعهد ولكن كما أنه أذن مرة لأبناء العرس أن يتعبوا أنفسهم بالصوم كامتياز مناسب للوقت لأنهم كانوا يحتفلون بعيد روحان فإنه لكي لا يكون الصوم مرفوضا كلية عندنا فإنه يضيف كلاما مناسبا جدا قائلا بيقول لأن ربنا يسوع بسبب وجود العيد قال التلاميذ ما تصوموش ووضح ده الفرسين أن التلاميذ مش هيصوموا لأن العريس معهم ولكن لما يرتفع العريس حين إذن سيصوموا فقال لهم أن إذا كنت أنا منعت عنكم السوم بسبب الفرح وظهوري في الجسد ولكن أنا مش بمنع السوم بواجه عام والدليل على كده العدد 35 لما قال ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم لحين إذن يصومون في تلك الأيام بيقول لأن الأشياء تكون صالحة في وقتها المناسب وهنا القديس كريلوس بيؤكد على أهمية اختيار الوقت لإتمام الأشياء بشكل صالح ولكن ما معنى أن يرفع العريس عنهم؟ المقصود هو ارتفاعه إلى السماء معنى أن العريس يرفع عنهم أنه يرتفع إلى السماء يعني عيد السود أعداد 36 و37 بيقول وقال لهم أيضا مثلا ليس أحدا يضع رقعة من ثوب جديد على ثوب عطيق وإلا فالجديد يشقه والعطيق لا توافقه الرقعة التي من الجديد وليس أحد يجعل خمرا جديدة في ذقاق عطيقة لألا تشق الخمر الجديدة الزقاق فهي تهرق والذقاق تتلف الأشياء التي يؤسسها المسيح لا يستطيع أن يقبلها أولئك الذين يعيشون حسب النموس ولا تدخل في قليبهم من لم ينالوا التجديد بعد بواسطة الروح الكدس وهذا يوضحه الرب بقوله أن رقعة جديدة ليمكن أن توضع على ثوب عطيق ولا تستطيع الزقاق القديمة أن تحتمل الخمر الجديد هنا قديس كرولوس بيؤكد أن ربنا يسوع بيعلن أن ما يقدرش حد ما تغيرش قلبه وما صارش قلبي جديد بحسب نعمة ربنا يسوع أنه هو يقبل العهد الجديد لأنه ما نالش التجديد بواسطة الروح الكدس ففي عمل لله داخل نفس الإنسان عشان يستطيع الإنسان أنه يقبل عمل الله عشان كده أعطى المثل ده أن ما فيش حد يجيب أماشة جديدة يحطها على أماشة قديمة لأن الأماشة الجديدة أقوى لما الملابس تتغسل تبتدي الأماشة الجديدة تخلي شكل الفتحة اللي كانت في السوب شكلها أوحش نفس القصة مع الزقاق القديمة والخمر الجديدة الزقاق زمان كان بتعمل قربة من جلد الحيوانات وكان بتحط فيها الخمر الجديد والخمر الجديد بيتساب شوية لغاية ما يعتق فكانت عملية التعتيق ده بتفرز بعض الغازات اللي كانت بتجعل الزقاق أو الإربة دي تتمدد لأنها جلد حيوان جديد ولكن لو حطينا خمر جديد في ثوب في ذق أو ذقاق قديم فالخمر الجديد بيبتدي يطلع الغازات والذقاق القديمة تمددت للنهاية بسبب الخمر الأولينية فهنلاقي أن الإربة تتقطع والخمر تنسكت وده المثل ربي ناسو أعطاه لأن العهد الأول قد شاخ وهو لم يكن بلا عيب العهد الأديم كان خلاص إدم ما كانش صالح كان فيه عيوب وأكبر عيب في العهد الأديم أنه ما أعطاش الإنسان القدرة على السلوك حسب صورة الله ولكن هو الحقيقة حكم على الإنسان وأعلن الخطايا وأظهرها في حياة الإنسان لذلك فأولئك الذين يتمسكون به ويمسكون بالوصية التي عطقت ليس لهم نصيف في عهد المسيح الجديد كل إنسان هينسك في النموس الأديم في العهد الأديم مش هيبقى ليه نصيف في العهد الجديد فبيقول لأنه فيه أي المسيح كل أشياء صارت جديدة ولكن عقلهم إس قد فسد فليس لهم أي انسجام ولا أي نقطة اتفاق مع خدام العهد الجديد وإله الكل يقول في موضع ما بواسطة أحد الأنبياء القديسين وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم ودعود أيضا يرنم قلبا نقيا نخلق فيه يا الله وروحا مستقيمة جدده في أحشائي ونحن قد أمرنا أن نخلع الإنسان العطيق وأن نلبس الإنسان الجديد الذي يتجدد على صورة خالقه وبوليس أيضا يعطي نصيحة قائلا لا تشكلوا هذا الدهر بل تغيروا بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة لذلك فأولئك الذين لم ينالوا تجديد الروح البعض لا يستطيعون أن يختبروا إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة هنا القديس كورلوس بيقول أن عشان الإنسان يقبل كلمة الله لابد لي أنه يقبل نعمة التجديد من غير نعمة التجديد من غير ما ربنا يعطي له حياة جديدة الإنسان ما يقدرش يقبل أمور العالم ويستسخها ويحاول أنه هو يفرح بعمل ربنا في حياته مش هيقدر بدون عمل الروح الكدس بيقول وليس أحد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيقة إذن فقلب اليهود هو زقاق عتيقة ولذلك لا يستطيع أن يحفظ الخمر الجديدة التي هي وصية الإنجيلة المخلصة التي تفرح قلب الإنسان ولكن المسيح قد ملأنا بهذه البرقات العظيمة بمنحي إيانا مواهب روحية بسخاء وقد فتح لنا الطريق واسعا إلى كل فضيل هنا قديس كورلوس بيستخدم منهج مدرسة سكندرية الرمزي وبيعطي بعض الرموز فبيقول أن الزقاق القديمة أو الإربة القديمة ترمز إلى قلب اليهود وده ما يقدرش يحتفظ بالخمر الجديدة اللي هي وصية الإنجيل المخلصة وحسب الكتاب المقدس بيقول أن الخمر تفرح قلب الإنسان ولكن المسيح قد ملأنا بهذه البرقات العظيمة بمنحي إيانا هو اللي أعطانا خمر جديدة أعطانا وصية جديدة نعيش بيها ومنحنا إياها وهو واهب روحية بسخاء وهو اللي فتح لنا الطريق لأننا نعيش في كل فضيلة نخدم موعزة القديس كورلوس على الإصحاح الخامس وبإذن المسيح ندرس مع بعض الإصحاح السادس ونلتقي مع القديس كورلوس فيه اللقاء القادم ولربنا كل مجد وكرامة في كنسته من الآن وإلى الأبد آمين